سلاة الذي في كل سار وفي زفر هماني على ماهن مع الأفسر السفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه هجيب به لجاد مؤنن عن النفر هديت عن المولى وأن خير قلخي هلي سلاما من نغر بسفر موريتانيا نيابة وتمثيلا رسميا من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني لنشارككم فرحة موسمكم الكبير الوفد يتألف من مستشارين السفارة والكاتب الخاص معي وأنصر الشرفي والمختار تلامتكم كلهم ومحبوكم أنتم أدرع بهم جئنا لنشارككم في هذا الموسم الكبير نؤكد لكم أننا باسم فخامة رئيس الجمهورية والحكومة والشعب الموريتانيين نثمن العلاقات بين البلدين على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي بشكل عام ولكننا نثمن العلاقة الروحية بين موريتانيا وبين هذه الأسرة الكريمة بدءا بالشيخ أحمد بنبر كبير وانتهاءا بكم وبأتباعكم وبمريديكم كل باسمه وجميل واسمه جئنا نؤكد أن العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وعلى المستوى الروحي ستشهداني وشهدتها بالفعل تطورا إن شاء الله في ظل قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني لأنه يولي لهذه الأسرة الكريمة وإتباعها ولمريديها وطلابها تقديرا خاصا واحتراما خاصا لذلك لم يرضى أن يكون التمذيل لحضور هذا الموسم الكريم بأقل من رطبة وزير كان في الأعظام السابقة يأتي مدير وكذا هو قرر أن يكون التمذيل بأعلام مستوياته أنا أنقل لكم تحياتي وتهانئه لكم بهذه المناسبة وتمنياته لكم بموثور الصحة والعافية والتقدم والاجتها لكم شخصيا وللمريدين وللشعب السنغال بشكل عام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبيه الكريم فضيلة الشيخ أنا باسمي وباسمي زملائي وأقول لكم تحياتنا الشخصية وتحيات صاحب السعادة محمد يحيو التيس سفير جديد تمنياته لكم بعيد سعيد ويقول لكم أنه سيأتي إن شاء الله قريبا وأن كما ذكر معالي الوزير أنه يحمل أو محملا بتوصية خاصة بالعناية بكم مع ما وصي به من تعليمات لتوطيد العلاقات الروحية والسياسية بين البلدين الشقيقين موريتانيا والسينغال وارجو الله العلي القدير مع دعواتكم الصالحة أن يمنى علينا باليمن والإيمان والبركات وأن يرفع عنا البلاء والوباء وعن سائر بلدان المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم صاحب المعالي معالي وزير شؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد داه والسيد أعمار الطالب ممثل سفير الموريتاني بالسينغال والوفد المرافق لمعالي الوزير كذلك الوفد القادم من السفارة والوفد القادم من المملكة المغربية الشقيقة الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه الخليفة العام للطريقة المريدية يؤكد لكم أنه سمع كلامكم جيدا سمعه بحاسته وسمعه أيضا كذلك السماع معنا فهمه وأدركه جيدا ويعرف بأن لكلامكم دلالات قوية جدا ولحضوركم كذلك دلالة قوية جدا لا شك أننا في في العالم يعيش كما تعرف الأزمة الناس يتباعدون البعض مع بعض لكن موريتانيا أبت ذلك بقيت حريصة على أن تكون مع طوبا بما بمعنى الكلمة في العام الماضي في الموسم الماضي سجلت طوبا لموريتانيا أمرا لا ينسى وهو حضور الوفد الرسمي الوحيد في موسمنا الماضي فقط لا غيره وهذا يذكر فيشكر ولن تنساها لكم طوبا أبدا هذا العام أيضا كذلك الحمد لله زدتم بأن قدموا معا لوزير الشؤون الإسلامية ووفدوا على فيع المستوى من السفارة الموريتانية بدكار وأتيتم برسالة محملة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني حفظه الله وراعاه ونصره وتولاه الشيخ يقول لكم أنه موريتانيا الشنقيد بما أنه أحد خريجي محاضرها وهو حريص كل الحرس على أن تبقى تلك العلاقات قوية جدا ومتينة وأكبر شاهد على ذلك الحمد لله في بداية خلافته الميمونة وصلتم أنتم معا لي وزير الشؤون الإسلامي وتعريب الأصلي لأول مرة كما قلتم كان التمزيل طبعا رفيع لأنه كان يمثل المدراء والسفراء رفيع لكن التمزيل على مستوى الوزير هذا لأول مرة وقع في عهد سيد محمد رولي شيخ الغزواني الشيخ يشكره جدا ويتابع جدا العلاقات السياسية الجيدة المتينة بين الرئيس السنغالي وفخامته ودائما يوصي المريدين من السلطات وغيرهم بأن يقوموا دائما في توطير تلك العلاقات لأن المرتاني جزء لا يتجزأ من السنغال وجزء أيضا لا يتجزأ من طوبة على كل حال يقول أنه فرح جدا لا ضاعة الأقدام على كل حال يقول أن خطاكم هذه مسجلة إن شاء الله تعالى ولن ينسى أبدا إن شاء الله تعالى كما يشكر أيضا الوفد القادم من المملكة المغربية الشقيق من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور رضوان شيخ يشكره غاية الشكر ويطلب منه أن يبلغ تحاياه إلى جلالة الملك وإلى معالي وزير الأوقاف وإلى مدير المعهد ولله الحمد هذا المعهد الشيخ يعتبر أنه معهده لأن جل من يدرسون هناك وأن تدرس في المعهد من مريديه ومن أبنائه فعلى كلها الشيخ يشكركم غاية الشكر ويطلب منكم أن تبلغوا أسمى تحاياه باسمه سخصيا وباسم خلاف العام للطريق المريدية وهو الحمد لله قائدها ونسأل الله أن يدوم أسمى تحاياه وسعيه الدائم الدؤوب إن شاء الله في تعزيز تلك العلاقات إن شاء الله تعالى أتذكر كلامه دائما يقول أنه لما تولي الخلافة من أكبر أولوياته إحياء التراش الشنقيتي الطباوي دائما يؤكده لنا لذلك دعا مجموعة من العلماء صحيح بالله لن تأتدي على الشيخ لا 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 الحمد لله لذلك استدعى مجموعة من العلماء مجموعة من الزوايا مجموعة من رؤساء الأقطاب هناك في موريتانيا على مختلف المشارب ومختلف الانتماءات كلهم يستدعيه ويكرمه ويرى أن في ذلك برورا للشيخ الخديم على كلها الشيخ يشكركم غاية يشكر وفد الوزير يشكر وفد السفارة ويشكر أيضا وفد القادم من المملكة المغربية الشقيقة ويقول لكم طبطم وطابا ممشاكم كأنه واحد منهم ومننا وهذا قليقم والعالي قليقم هذا جده من أول من طلق الورد من الشيخ الخديم جده أحمد بن الحسن أحمد بن الحسن أحمد بن الحسن شهادتي الله تبارك وتعالى أيضا ندري بدلوي اسم المريدين الموريتانيين اسم الورد الرسمي ولكنهم في قلوبهم محبة الشيخ الخديم كما أغنى الشيخ منطقها بن الشيخ محمد البشير بن الشيخ أحمد بن محافظة والله وراعه واطالة في عمره شكرا كما قال وزيرنا وممشلنا وطائبنا بهذه البلاد القيبة سماحة الوزير والتعليم الأصلحة والتعليم الأصلحة وممشلنا وطائبنا الحمد لله الشيخ ليسوك أنهم هم منكم بالله هم منكم بلايكم خلي بارسا شكرا 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 على كل حال إن شاء الله إن شاء الله شكرا شكرا خناريك من يجي وخاصة أنا قليق الذي لم يسانش ولن ينساك إن شاء الله محبتي للشيخ الخديم محبته صحيح يا شيخ محبته للشيخ ذكرتني بمحبتي الشيخ بن أحمدية حدو كابر علماء البلاد عندما كان الناس في الموري تانيون يزورون الشيخ أحمد بن باب بكثرة وهو يغضغ عليهم من عطائه وسخائه قال بيتين شهيرين إذا كان هم الناس قطع المفاوز إلى الشيخ يوما لاجتلاب الجوائز فهمي وقصدي أن أفوز بنظرة إلى وجه مرضي لدى الله فائز ما شاء الله ما شاء الله بالنسبة هذه الحقيقة علاقتكم مع الموري تانيين ليست علاقة متكلفة يعني هم تربوا في هذه الأسرة يكفيك أن الشاعر الكبير محمد ولبن رحمة الله عليه وهو من كبار الشعراء اللغويين في البلاد رحمه الله قديمة لا تمرت أعتقد على الشيخ محمد البشير وأكرمه كالعادة ولكن الموري تانيين هو إذاك من الموري تانيين البدو وهم لا يعرفون السمك لأنهم إبذوا وقدموا له أكرموه بأنواع الإكرام وقدموا له سمكا يابسا فقال أبيات يمازح الشيخ بها هل من الطرفة تدل على متن العلاقة بين البلدين قال يا شيخ من أوصيتهم بضيافتي عرجوا بإكرامي سماء عروجه وتلطفوا به في الكلام وأسعدوا من كل سعد منه سعد بروجه لكنهم والدهر يركب أهله ما شاء من أقتابه وسروجه خلطوا طعامهم بحوت يابس وأناعاه الحوت يوم مخروجه عجيب عجيب ولما سمعها الشيخ ولما سمعها الشيخ ضحك حتى استرقى على قفاه لكن الشاعر غادر لما سمعه غادر أعطاه تعريمات بأن يرد إليه فلما رد الشاعر محمد ووقف على الشيخ قال قصيرته المشهورة أمنت من الخطوب أتيت طوبة ويعمن من ألم بها الخطوبة سيد معاي الوزير مرحبا منكم لأننا نحن من أهل الداري ونحن ابناء الشيخ ومريدي الشيخ والشيخ الوالد محمد اليدالي تعرفون جميعا أن الشيخ الخديم أخذ كتب الشناقضة ولكن كتب الشيخ محمد اليدالي أخذ خاتمة التصوير عليها مسالك الجنان أكبر كتاب من كتب الشيخ الحديم ويقول في بداية مسالك الجنان وهذا يكفي من المحبة يقول لعلي أجزاء قدم بالحسنة مع اليدالي في المقر الأسنة ونحن من ذو خلافة الخلفاء جميعا نحبهم والخليفة الشيخ محمد المنتقى أطال الله بقاءه ونطلب منكم ونطلب من الله العلي القدير أن يعيش ألف سنتين إلى خمسين عاما محفوظا محفوظا متوجا ألف أين محفوظا منصورا محفوظا معافيا ونطلب من الجميع أن يدعو الله هذا الشيخ محمد المنتقى بطول عمر في طاعة الله وفي صحة جيدة وحفوظا وأمن ونحن من بناء الدار من بناء الدار كما قال الشيخ شميعا شكرا شكرا يبدو أننا أطلنا شكرا 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 نعم شكرا جرنا كبمير وزيت أنا واخالي مختاب الحسن ورثاه هذه المرضية ولكن الجو أصير سأقول منها بيتين قليلين قال رحيم عام وفسش رحيم عام وفسش من هجرتي خير الوراء عالم هذه الأمة شكرا معروف الله شكرا 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 بداره بالقرية المعروفة بين الوراء وبالها من قرية شكرا 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 يا ربي فرحمهم وبارك في الخلف خلفه وارحم جميع شكرا على كل هذا الشيخ أن نقول لك أيضا بأنهم أتوا بهدية من فخامة رئيس الجمهورية بعض الجمال إن شاء الله وصلاة وسلم لدائرة حزب الترقية وهذا الهدية النقدية أيضا من فخامة رئيس الجمهورية لكن بقي شيء أن هذه الهدية تقول بلسان الحال جاءت سليمان يوم العرض هدهدة أهدت له من جراد كان في فيها وأنشدت بلسان الحال قائلة إن الهدايا على مقدار مهدها لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته لكان يهدى لك الدنيا وما فيها شكرا شكرا سيقوم بالدعاء لابد أن نجد شيء خاص دون الطلاب إن شاء الله بسم الله سلا يدونسي في كل سار وفي ذبر هماني على ماهن ما الأفسر السفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه هجيب به لجاد معنن عن النفر هديت عن المولى وأن خير قلقي عليه سلام من لبو أبر بسفر